بسم الله الرحمن الرحيم طلبتنا العزاء نرحب بكم أجمل ترحيب في درس من دروس مادة قواعد اللغة العبرية للمرحلة الأولى في قسم اللغة العبرية نتمنى لكم طيب الاستماع وتمام الفائدة درسنا لهذا اليوم هو درس تعزيزي لموضوع الضمير الموجود في ملزمة قواعد اللغة العبرية صفحة 23 وكذلك ملف الPDF الذي تم إرساله إليكم من قبلنا عن طريق الصف الألكتروني حيث سنتناول في هذا الدرس ما يسمى بضماء الرطأ المنفصلة والمتصلة التي تتصل بالفعل العبري في زمن الماضي والضمير كما هو واضح أمامكم يدعى أو يسمى كنوي أو شيم هقوف كنوي أو شيم هقوف بمعنى ضمير الضمائر تسمى كنوي أو شيموت هقوف كنوي أو شيموت هقوف تنقسم الضمائر في اللغة العبرية إلى ضمائر منفصلة ومتصلة منفصلة ومتصلة تدعى المنفصلة هبرودين والمتصلة هخبورين أي الضمائر المنفصلة كنوي هقوف هبرودين والمتصلة كنوي هقوف هخبورين قبل أن نطلع على الضمائر المنفصلة والمتصلة في اللغة العبرية يجب علينا أن نتعرف على الأسماء أو الأشخاص الذين تمثلهم هذه الضمائر أو التي تعبر عنهم كما في اللغة العربية عندما نقول متكلم ومخاطب ومخاطبة وغائب وغائبة وهكذا في اللغة العبرية يدعى المتكلم مدبير والمتكلمة مدبيرت المخاطب نوخيح أو نوخيخ باللفظ الغربي المخاطبة نوخحت أو نوخخت الغائب نستار والغائبة نستيرت المتكلمين مدبرين والمتكلمات مدبروت المخاطبين نوخحيم أو نوخخيم والمخاطبات نوخخوت الغائبين نستاريم والغائبات نستاروت بعد أن طلعنا على الأسماء أو تعرفنا على الأسماء أو الأشخاص نأتي الآن لنتعرف على الضمائر التي تمثلها أولئي الأشخاص فمثلا المتكلم يعبر عنه بالضمير أنا المتكلم أنا بمعنى أنا المخاطب التا بمعنى أنت المخاطبة أت أنت الغائب ه ه هي المتكلمين والمتكلمات أنا خنو وفاتنا أن نذكر أن الضمير أنا يعبر عن المتكلم والمتكلمة كما في اللغة العربية الضمير أنا يعبر عن المتكلم والمتكلمة أيضا أنا خنو أو أنا يعبر عن المتكلمين والمتكلمات المخاطبين التم أنتم والمخاطبات التن أنتن الغائبين هم والغائبات هم الآن نتعرف على الضمائر المتصلة التي تتصل بالفعل في اللغة العبرية في زمن الماضي كما هو الحال في اللغة العربية ولكننا أيضا سنضع الضمائر المنفصلة التي ذكرناها سابقا حتى تصبح لديكم الصورة واضحة كنويه هقوف هبروديم بخبوريم الضمائر المنفصلة والمتصلة وسنذكر هنا أو في هذه الصفحة ضمير المفرد المتكلم أني كتفتي أني كتفتي الضمير المتصل هو تي الموجود أمامكم باللون الأحمر تي كتفتي لشخص المتكلم أني كتفتي أي أنا كتبت أتا كاتفت أتا كاتفت أنت كتبت أت كتفت أت كتفت أنتي كتبت هو كاتر هو كاتب هو كتب هي كاتبا هي كاتبا هي كتبت نأتي الآن إلى ضمائر الجمع أو ضمير الجمع ونبدأ بضمير المتكلمين أنخ نو كاتف نو أنخ نو كاتف نو نحن كتبنا الضمير نو الذي باللون الأحمر المتصل بالفعل كاتف هو الذي يعبر عن ضمير المتكلمين المخاطبين التم كتفتم التم كتفتم أنتم كتبتم المخاطبات التن كتفت التن كتفت أنتن كتبتن الغائبين هم كاتبوا هم كاتبوا هم كتبوا والغائبات هم كاتبوا هن كتبنا وكما تلاحظون أن جميع هذه الضمائر سواء كانت المنفصلة أو المتصلة تقريبا متشابهة لما هو موجود أو متطابقة لما هو موجود في اللغة العربية إلى هنا ينتهي درسنا لهذا اليوم نتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس نلتقيكم في قادم الأيام إن شاء الله في درس جديد تقبلوا تحياتي الأستاذ المساعد الدكتور حصي نبيل عبد الكريم وتحيات المدرس أحمد جاسم دمتم في رعاية الله وحبه ترجمة نانسي قنقر